تنطلق يوم غاد عمال ورشة العمل الإقليمية حول إحصاءات العمل في السجلات الإدارية بدول مجلس التعاون دول الخليج العربية التي ستستضيفها المملكة عبر نافذة هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية هذه الورشة التي ستستمر عمالها على مدار ثلاثة أيام متتالية تهدف من خلال ما ستعرضه من أوراق بحثية إلى بيان أهمية مصادر البيانات الخاصة بإحصاءات العمل من سجلات إدارية أو مسوح إحصائية فضلا عن نوعية التباينات فيما بين المصدرين وتقييم الحاجة الملحة إلى المسوح القوى العاملة بالعينة لتوفير بعض مؤشرات سوق العمل التي من الصعب على السجلات الإدارية وحدها القيام بتوفيرها بصورة الواجبة